إصابة طالبة في الثانية والعشرين من العمر بيداء إيبولا في سيرليون يعيد المخاوف من عودة الوباء الذي عصف بالمنطقة طيلة العام الماضي والذي قالت منظمة الصحة العالمية مؤخرا بأن قنوات تفشيه في غرب إفريقيا قد تمت السيطر عليها الطالبة ماري جالو فارقت الحياة في مدينة ماركبوركا في شمال سيرليون في الثاني عشر من يناير الجاري طارق ياسريريتش النطق باسم منظمة الصحة العالمية يقول بهذا الشأن سيرليون كانت في فترة مرقبة دقيقة لذا تم تشخيص هذه الحالة بسرعة شديدة والآن يجب أن تعطى الأولوية لتحديد الذين اتصلوا بالضحية ومحاولة فهم كيف أصيبت هذه الطالبة بالداء ويذكرنا هذا التطور بضرورة البقاء متحلين باليقضة والبقاء على أتم الاستعداد من أجل المقتر على رضي على أي إصابة جديدة مستقبلا عائلة الطالبة التي فرقت الحياة وضعت تحت المراقبة الطبية بعد عزلها في مصحة فيما تحاول السلطات الصحية لاستقصاء لمعرفة مصدر الفيروس حالة من الخوف تنتاب المواطنين مجددا رغم دعوات السلطات إلى الهدوء ومواصلة اتباع التدابير الخاصة بالوقاية من دائي إيبولا دعوات السلطات أتباع التدابيركو البقاء شكرا للمشاهدة